بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث لا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كمن بثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أريث القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون آت يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبفتسينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجومين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من عرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هلنكم مبتمعون لعلنا نتبع السحرة لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إننا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاهم فإذا هي تلقف ما يافكون فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين أوحينا إلى موسى أنسر بعبادية إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرمة قليلهم وإنهم لنا لغائهم وإنا لجميع الحذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكانكم فرقين كالطوب العظيم وأزلفنا ثمنا آخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وقل عليهم نبأي براهيم إذ قال لأبي قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لاعاك فيهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم لقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ربي أبلي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفرني أبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وأزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أن ينصرون بكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المدرمون فما لنا من شافعين ولا صديق الحميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوحنا لا تتقلون إني لكم رسول همين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن جري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ألوم لك واستبعك لأرغلون قال وما علني بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين قالوا لئن لم تنت يا نوح لتكونن من المرجونين قال رب إن قومي كذبون فافتح بلني وبينهم فتحا ونجم ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه بالفوك المشعون رم نغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هدن لا تتقون ألا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكبر عناية تعبثون وتتخذون بصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين من هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعزبين فكذبوا فآلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم ممنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم إذ قال لهم أخوهم صالحون لا تتقون إني لكم رسول من فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنة وعيوم وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بنيتا فرين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في أرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلا فات بآية فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسواها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرواها فأصبحوا نادين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك منه العزيز الرحيم جذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجيني وأهلهم ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فشاء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم منهين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أو فركين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر أم منه وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زهر الأولين أولم يكن لهم آية من يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مهمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم فياتيهم مغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لا منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزل فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزودون فلا تدعوا مع الله إلهنا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاكنتهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموه وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبيا قلبون